قراءة أولى لسبعة مشاريع قوانين وتعديلات لقوانين أخرى شهدتها الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان الأشهر المقبلة وبحسب نواب ستشهد تركيزا على تمرير القوانين المهمة غير الخلافية التي تمس حياة المواطن والخدمات التي يحتاجها لنأمل أنه بعد تشريع قانون الموازن الذي كان قانون مهم لمدة ثلاث سنوات وبعد تشريع قانون تقاعد والضمان للعمال أن يتم الشروع بقوانين مهمة توقعتي أن هذا الفصل التشريعي سيشهد ارتفاع وتيرة القوانين التي تم قراءتها وإقرارها في مجلس النواب العراقي الأجواء السياسية لهذا الفصل التشريعي وبحسب نواب أكثر استقرارا من الفصل الأول الأمر هذا يدفع باتجاه عمل البرلمان على فتح ملف القوانين المرحلة من الدورات السابقة بضمنها قانون النفط والغاز هناك هدوء تام وهناك أغلبية وهناك نية جدية من قبل الكتل السياسية بتشريع القوانين التي تمس حال المواطن بشكل مباشر قانون العفو العام، قانون الخدمة المدنية، قانون حماية القاصرين من القوانين وهناك اتفاق سياسي أن ترسل القوانين الغير جدلية واللي ليس لديها بعد سياسي ويتم تشريعها وإضافة إلى الجدو العام وتشريعها خلال هذا الفصل التشريعي، الضلق عن نفط الغاز أيضا من أولوية الكتل السياسية خلال هذا الفصل التشريعي على الأقل ينصل إلى مرحلة قراءة ثانية وكانت اللجنة القانونية النيابية قد كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من 150 قانونا معطلا من الدورات البرلمانية السابقة تجري اللجان البرلمانية مراجعة لبعضها لتقديمها من جديد إلى مجلس النواب بحسب الأهمية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر